السلام عليكم اخوتي المغربة كاملين كداخل الوطن وخارج الوطن اخوتي تزايريات تونسيات مسلمين كاملين كداري اللبس عليكم كل شي مزيان اليوم جيدكم بواحد الوصفة مكلاس بليونية يقولها البون ديغات كون بردورات يعني الكفتة بالخضرة ان شاء الله هنا نقولكم المقادر كاملة المقادر كاملين كفتة عندي جوج حبة بطاطا جوج حبة البصلة جوج ماطيشة واحد الخيزوية الزازر رابعة ديال رابعة ديال جلبانة الطحين طريفة الخبز بارد بيضاء الخبز يابس نفهم لكم من بعد الحليب الملحة الفلاح مراء الزعفران الزيت الملحة جوج سنان في ديال تومة شوية ديال الربيع المهمة بداودة بنقطع الخبز يعني الخبز اللي يكون عندك يابس قديم انقطعه طريفات ونفزقه بالحليب المهم هكا الوصفة دايرة ولكن البنات اللي ما بغاش يدير الحليب يقدر يفزقها يفزقو بالماء يعني كا الناس اللي متى يوافقه مش الحليب متى يبغيش الحليب ولكن هاد الوصفة تدر بالحليب لابا انا قطعت الخبز كامل مهم تريب الخبز رابعة لكم يطريب انهز نفز الحليب ونفزقو الخبز نخليه واحد شوية تيفزق باش نخلطه نزيده مع الكفتان انا قدلكم اللي ما تيبغيش الحليب يقدر يفزقو بالماء مهم هنقطع حنايا الربيع نقطعه طريفات صغار المعدنوس الميته المعدنوس هندير هنا بناية البصلة مهمين هزين نصف بصلة اون وبصلة ونصف هنخبحهم من بعد باش نديرهم مع الخضراء احنا مشيو دقا دقا نقطع النصف بصلة رقيقة تقطاع رقيق فالبناء سنتومه معايا دقا 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 عندي شوشنين في التومة انطحنهم بهذا الماكينة باش يخرجو طريفات رقاق باش مانت يبقاش بانين هندير دقا الملحة في الجبانة هندير الكفتة في الجبانة وبدأ نزيد عليها المقاعدين هندير ذاك الخبز اللي في الزكس بالحليب تنعصرهم من الحليب باش ما يبقاش هز الحليب بزار اندير دابا البصلة والمعد نصف اللي قطعت انديرهم انتم هزين معايا دقا دقا المهم البنات اللي بغيني تعلموا ماكلا سباليونية يعني اللي عايشي هنا في اسبانيا وتالي بغي يبدل الروتينة دي الماكلا دي اما يدير ودك جوشنين في التومة هزيت النص وخليت النص يعني بحال يدرت شنوف التومة هنا يا شنوف نحتاجون بعد او بيضة سايا نحتاجها لهذا الخلطة هنخلطه كل شي مع بعضهم احنا ماشي ندقها دقا ومهم تجيغزالها البنات هذا الوصفة تجيغزال ندير معلقة الملحة معلقة صغيرة يعني المعلقة اللي تندير بها هي صغيرة البنات هذيك ديال القهوة معلقة ديال الفرفرة حمرة شوية ديال الفزار الفزار الزعفران سوف يهد الشي اللي نحتاج للعطرية شوية ديال الزعفران هادا الخبز محكوك شريتو هكذا يتبع محكوك ندير ثلاثة ديال معالق صغير يعني هتكول وتيتخلط مع ذاك الكفتة ندير ثلاثة ديال كفتة يعني بصبال اليونية 40 ديقات يعني لماذا نقول هذه الكلمات بصبال اليونية على البنات اللي عايشين هنا باش يتعلمون مساكن اللي جدادات مالي قدامات بارك الله سلا تعال بيع لهم متاعرفون نديروا على البنات جدادات اللي ارحمة لكم والبنات تحاولوا تبارتاجيه مع أصحاباتكم وحبابكم باش يوصل لبنات جدادات اندير كوورات المهم ماشي كبر وماشي صغر اللي تعرفي دير الكفتة ديال المغرب مكورة بماطيشة بحالها تكوار ذاك القياس ودبا نكوورها وتنحط في الطحين الطحين اللي تنعجنو به الخبز العادي اللي بيض يعني في المغرب يقولوا فرص يعني اللي تنعجنو به اي دولة طحين اللي بيض العادي ديال الخبز انحط في ذاك الكفتة دباروليها في ذاك الطحين ونبدأ نحط البنات في الطبس ماشي من بعد احنا ماشي ندقها دقها سافي احنا ماشي احنا ماشي نكوورها ندووزها في الطحين ونخطها ندير المقلاة السخن كفيها الزيت انا ماشي معاكم دقات قبش يعني ما يتفلت لكم سارقتها هنكوب الزيت دابا مهمي الزيت العادي ماشي البلدية واللي سيطيب البلدية يعني انا الحجر اللي تتقلق سننقليها تعجبني نقليها بالزيت العادي ديال القلية اوه دبات سخل المقلاة انا بدا نقلي ذاك الكفتة مهمة نقليها ماشي بزاف تشد راسها تشدك اله مهمة تتقلى واحد شوية تشد راسها حيث نوليه من بعد نطيبوها ونقليها انا بدا ترجم مع صحباتكم وحبابكم لا رحمة لكم وديروا لي زرس وديروا لي لايك واللي بغا تكتب لي شي حاجة تكتب لي تعليق اللي بغا شي وصفة اللي بغا تسوي علي شي حاجة اللي يزازيكم باخير سوف البنات ذا الحمادكم اذا بقى ديال قاعة هاداك قاعة ديال الكوزينة ما عارش كي تقولوا مهم قاعة نديرو باش نبدا نحييب دك البون ديال غاس دك الكفتة باش دك الزيت هاداك القاعة يشربوا مهم دك المنديل ديال الكوزينة المنديل ديال الكوزينة ديال مهم لا أعرف ما يقولون له بالعربية بابل سربينتي ايستا أنا قليت كل شي دا بدرته هنا باش يشرب ذاك الزيت باش ما تبقاش مع ملاب زيوت هنقطع ذاك البصلة اللي كانت عندي النص اللي خليت من الكفتة والحب الخرق أصلا هاد الوصفة انتخل فيها جوج بصلات يعني عندك كبار ديرهم كبار عندك صغار ديرهم صغار او ما يكونش كبار انك كينش بصلات وحدها صلت عن بيته وزن السكيلو هادك تقدري تديري بها الوصفة كاملة جوج ماطيشات انحكهم البنات ويعني البنات اللي باغين بالعربية نتندله بالعربية واللي والساوني باغا بصبريني اندك شعلش ولي تندير بجوج لغات باش يفهم كل واحد انقطع ذاك الخيزو ارقيق انقطع ارقيق هنقطع قدامكم بتشوفو يعني هكذا جيتام زيون تبارك الله اللي عنده الدراري لخلي الوليدات واللي عائلة كبار يعني انسكلوا الكفتاء ايه كفية بزاف الناس حتى تزاد الخضراء وزيد الخبز اللي درنا وذيك الخبز اللي يابس وزيد البصلة ويعني هذي الكفتاء تزكات تتولي بزاف تبارك الله وتلمادق ديالتي ولي عاجيب على البنات ولي زوين انتم ما شوفوا قطع ترقيقة هي اللولة انقلي الخيزو المهم ما شي سمعتوا انقليها انقليه انقليه وكي نقولوا احنا كما تنقليه البصلة ونقليه الماطيشة ودكشرة كمعارفين انا التقليه نقطع بطاطا احنا مشي ودقة دقة سافة ودرينوا اللايك الله يزازيكم باخير وبرطاجيو مع البنات باش هتلقانة تسكبر ان شاء الله بجودكم درحم الوالدين انا قليت الخيزو شوية انا ارمي البصلة انا ارمي البصلة انا ارمي البصلة لقد قلقوا صراحة الوصفة تجيزوينها يعني هكى البنات اللي بغين يتعلموا على رأسهم اللي عاونهم يخدموا على رأسهم يعني هنا العيلات الناس الكبارين تبغيوا هاد الماكلة تقليدية قديمة التومب اللي كنت ديركبالي هى الحكيتها هي درسات ماتتقليه يعني تبغى الماكلة ぶوا يتغير بيضاء ودير بيزا وها هي و لما كرر يسلوا سباكيتي يعني الناس القدم تيبغيوا الماكلة هندير معلقة للملحة البنات وان شاء الله من هنا القدم دبان نقدير معاكم تال الوصفات اللي هكا جديدة البزار شوية البزار ما تنديرش البزار بالزفعي شوية الناس بليون ما تيبغيوش الحار وما تيكتروش في العطرية بزا شوية ديال الزعفران را كانين شي ديور اللي سيطيبغيو الزعفران وفلفلة حمرا تسوي لي ومالاشي حاجة ما عارفيناش ما ومعلقة ديال الفلفلة حمرا الفلفل الاحمر يعني را بينا العطرية اللي تندير حيث كانين انا قدلكم شي ديور اللي عندهم هالفلفلة حمرا والزعفران والملحات شي بشي طيبو الزيت المطيش اللي حكيت قبولة هي نديرها تقلى والله لكان شي ديور ما تعرفوش العطرية شنو هي تقولي لها الكامون ولا هادا تقول لك انا ما عارفها شنو هو هادو تنهضر لك على الناس القدم وما خلاص ولادهم هاد جيل ديال ربعين عام خمسين عام يعني يتعرفوه وتقدمو يعني يتعرفوه اللادة اندير دبا معلقة ديال طحين معلقة كبيرة علاش باش للمرقة تجي خاطره ومنا ترمي طحنه على البلد تبقى وتحركو باش ما تلسقش وليزع ما تتخاف تلسقلها ولا حاجه حتى تبغي تدير الماء والديرها اصلا تقلى انا تنقلكم الوصفة كمام بيورة جلبانة ذكره بعال جلبانة اللي اللي يدر ولي وباطاطا ولي ما تتعجبوه شي حاجه للخضراء يقدر يغير الخضراء شي حاجه ما عجباتوش انا علاش تنقلكم هاكا انه تنذير الوصفة كما قصت الدار كما دايرنها اماليها وهنا في البلاد يعني انا ما تنزدم عندي ما تنقص كما تعلمتها تنذيرها انا اقول لكم ان شاء الله من هنا نقدم دمام قندير الوصفات هاكا قصاري مو دير ناش حي تطلبوها للبنات اللي ما تبغيوش هاد الوكلات كبارين يعني اللي فيهم الخدمة بزاف هاد البنات الجداد اندير نستطرد الماء لبنات هاداك الكاس عندي توجي نرابع هاد الماء يعني يدر تجوش كيسا نستطرد الماء انا مشي معاكم دقا دقا ودك الزيت اللي قليت قبله في الكفتة اللي بغا مايرميش تتصفيه بالصفة وبهتة الطيبة نستطرد المرقى انا قدرت كل شي قدامكم تطبع لها خاطر هذه الخضيرة يعني اربع ساعة تطيب اخيززول اذا تعطل شوية نقطع تورقيق ضغير انا دبار ميدك الكفتة اللي قلينا قبلها دبار ميد الكفتة فنخليها الطيب واحد عشر دقائق يعني المجموع هاد الوكلات تطلب خمسة وعشرين دقيق يعني هي تتبن في هالخدمة ولكن في نفس الوقت رسالة ليمو اللي فتا يطيب رجيس سهلة ما في هازع ما شي تامارة ولا حاجة انسانة دبار نقضل الخضيرة هاكايا باش نحاول باش متهرس ليش الكفتة هنغطي هنقولت لكم عشرة دقائق سوفي هاك عشرة دقائق هتاك يعني هكا بنا دمتين وعشوية واللي بغيت تعلمو اسفاس فاليني انتم ما نشوفو كي بقات دبا نشوف هاوش طابت نحرك هاوش ما ملصقا متى حاجة هيا طايبة شوفو شوفو معايا كي بقات جات رائعة البنات هايلة الليلة تجي تتحمقها واقسي صادية يعني شوية الكفتة يقدر يكلفهم عائلة كبيرة يعني تدير الخضرات زيدي دا كل خوف زي زيدي يعني تتولي الكفتة عرام يعني وقد ديري عارة بعثي يرجع الخير والبرك يعني دا بعد السر بيقدر هنحط قدامكم في التبصيل وتشوفو كي تجي والله الليلة تجي يزوينا البنات يعني هادنا هاد الوكلة اللي تندير في الخدمة تنديرهم في داري باش نقدم لكم حيث حيث في الخدمة باغن نصور ولكن ما المعلم ما بغاش أمر توبغات يعني كو كان بغاولي في الخدمة كنت نصوركم من الوكلة في الخدمة انتم مكيجات وتحلووا لفرازكم وشكرا بزيف اشتركوا في القناة